المشكل اللي كي المشكل هو كلام ديال عزيز ابو علام عزيز ابو علام فنان وكاتب كلمات نعيطه ليه دعبة وطريح مع اطابل سينورمال خمسة طقيقة لك اغنية ونقدره وقع عن شجلتي عشرين اغنية في طقيقة تصور كان ريحه نويا كان غني انا فكرة ديالي كان قولي بغيت الفكرة بغيت الديسك بغيت وهكا تقول لي اعطيني تنع سينو هداول واقع هداك فنان والفنان كيحترم واللي ماشي فنان رماشي فنان وكينين فنانة كبار وعندهم صوت ديالهم في الاخر وكيني في التلفزيون وعندهم اقدامية وتصور تيشجليهم وتعطيهم الكلام وفي الاخير تيبشين منبر اعلامي وتيقلس بوجوه حمر ما تيحشم ما تيرمش مواله تيقول له ابنتي انا هاد الكلام راه ديالي وهاد الاغنية كتبتها انا وانا كان كتب وانا كتب المغاربة رمك تكذبش عليهم نعسر الجنبك الهيمني وش كتكذب على المغاربة الشي المغاربة اخطر شعب في العالم واحسن الشعب في العالم واحسن جمهور في العالم نديلك في بالك هاد الفنانة هادولي حاليين دبك هاد اخطر شعب اخطر شعب اخطر شعب اخطر شعب يسمع اخطر شعب اخطر شعب اخطر شعب اخطر شعب وانا غريق لقد قلت لديه السلام عليكم السلام ضربت الناس يا عناس تخني العجباي يعني شمع قلت لديسك دي العزيز وعلاب أعطيني الفيزة والباسبور دي العزيز وعلاب ماشي كان نشتن في ستاتي ولا شي عشا فلنان كبير شي يلقى هذا الطوب انا بغيت واحد القادية هي عتارف غير عتارف بدك السيد انا عتارف لي بان انا الديسك دياله غنى هو حميد المرضي اهد ديسك دياله وقلوا هاتي حية في خطر بوعلام ماش غي يخسره انا الديسك كتبوا لي يا بوعلام تفهم جنوية دخلت للستوديو كان نشجل تحية خاصة بوعلام هذا هو الواقع هنقول اه عتارف يا صاحب رضي الناس وقلوا خلصته هش عطيته هش عطيته هش غير يدروا ليه انا انت عمل معاك هذا هو الواقع عزيز بوعلام فنان كبير ومخداش حقه باقي مخداش حقه في هذه البلاد هذا هو الفنان المنسي من المنسيين لانه هو نفس دياله هنا ماشي 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 السلاس هذا السيد راكين حاليا موجود فنان بمعنى الكريمة ويحترم والتاني حاجة اه المنابل الإعلامية مكت مكت تسولش فيه لانه ماشي ماشي لحاس والفنان اللي ف اوروبا والفنان اللي اللي ستار اللي كبار راه الفنان ماشي هوك يقلب راه الفنان هوك يقلب عليه ولكن هنا في المغرب ذو الواقع سنته تقلب على راسك اللي ما قلبت شغال ما يقلبوش عالك وعادي العزب والان ما تقلبش يعني تقولك ودينا مزرداش ما تنزلش ديال مستوى ديالي الكارير ديالي أنا نفسوه ما قابلش هكاك هذا هو الواقع